بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسير المرسلين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم وأرحب بكم في المحاضرة السادسة والأخيرة من الوحدة الثالثة والتي موضوعها كما سبق معنا أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا أي باعتبار طرقه وقد انتهينا من شرح ما يتعلق بالمتواتر وأحكامه وشرعنا في شرح ما يتعلق بحديث الآحاد وأقسامه انتهينا في ذلك من شرح الحديث المشهور والحديث العزيز وفي هذه المحاضرة سوف مشرح ما يتعلق بالحديث الغريب الحديث الغريب من حيث التعريف وهي المسألة الأولى بمسائله هو في اللغة صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه الغريب هو المنفرد لوحده أو البعيد عن أقاربه أما في الاصطلاح فهو كما عرفه الحافظ الحاجر وغيره ما ينفرد بلوايته راو واحد أي في أي طبقة من طبقات السند وقد يكون هذا التفرق في كل طبقات السند وقد يكون في طبقة واحدة فقط ولذا فمعنى قولنا هو ما ينفرد برواياته راون واحد أي هو الحديث الذي يستقل برواياته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضرغ الزيادة عن واحد في باقي الطبقات وذلك لأن العبرة بالأقل كما سبق بيانه المسألة الثالثة وهي تسمية ثانية للغريب هو اشتهر بهذا الاسم لكن له تسمية ثانية وهي أن كثير من العلماء أطلقوا على الغريب اسما آخر هو الفرد الفرد على أنهما مترادفان فتارة يقولون الحديث الغريب أو الحديث الفرد وبعض العلماء غاير بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا لكن الحافظ من حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرت الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه هو الفرد المطلق والفرد المطلق كما سيأتي هو الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند واستخدموا الغريب في الإطلاق على الفرد النسبي أي الذي يكون التفرغ فيه وتكون الغرابة فيه في أثناء سنده وإلا فهما مترادفان أي الفرد والغريب لكن ربما كانت مغايرة من حيث كثرت الاستعمال وقلته كما بينا المسألة الرابعة في الغريب وهي أقسامه له عدة تقسيمات منها أنهم يقسمون الغريب بالنسبة لموضع التفرغط ويقسمونه بذلك إلى قسمين هما أولا غريب مطلق وغريب نسبي أما الغريب المطلق أو الفرد المطلق كما بينا سابقا فهو من حيث التعريف هو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما ينفرد برواته شخص واحد في أصل سنده وأصل السند هو عندنا الصحابي أعلى طبقه من طبقات الإسناد وهو الصحابي هي أصل السند فإذا تفرغد به الصحابي عنه بصلى الله عليه وسلم فهذا يقال له غريب مطلق أو فرد مطلق ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث المشهور فإنه تفرغد به عمر الخطاب رضي الله عنه فلم يرويه عنه بصلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلا عمر رضي الله عنه وقد يستمر التفرغد عدة طبقات إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواه وحديث إنما الأعمال بالنيات يعني تفرغد به عمر رضي الله عنه فلم يرويه عنه بصلى الله عليه وسلم إلا هو ثم تفرغد به علقما بن وقاص الليثي فلم يرويه عن عمر رضي الله عنه إلا علقما ولم يرويه عن علق ما إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري فاستمرت تفرغد أربع طبقات متوالية وعن يحيى بن سعيد رواه خلق كثير هذا الغريب المطلق أما القسم الثاني هو الغريب النسبي أو الفلد النسبي فتعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده يعني ليست في أصله ليست في أعلاه وإنما في أثنائه أي أن يرويه أكثر من راوي يعني في أصل سنده طبقة الصحابة ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك روه مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس صدي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر في فتح مكة كما هو معلوم مشهور هذا الحديث لم يتفرد به أنس في أصل سنده إنما الذي تفرد به هو مالك عن الزهري فتفرد به مالك لم يرويه عن الزهري إلا هو هنا قالوا الغرابة النسبية أي بالنسبة إلى شخص معين في السند وهو مالك رحمه الله سبب التسمية بهذه التسمية يعني بالغرابة النسبية أو الفرد النسبي قالوا سمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين وليس في أصل السند إنما شخص معين في أثناء السند المسألة الخامسة وهي من أنواع الغريب النسبي هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي لأن الغرابة فيها ليست مطلقة بمعنى ليست في أصل السند وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين وهذه الأنواع هي أولا تفرغد ثقة برواية الحديث وهذه تريد كثيرا عند المحدثين أن يقولوا لم يروه ثقة إلا فلان فهذه الغرابة تعتبر غرابة نسبية وليست مطلقة والنوع الثاني تفرغد راو معين عن راو معين كقولهم تفرغد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره لكن من هذه الطريق تفرغد به فلان عن فلان هذا نوع ثاني النوع الثالث تفرغد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرغد به أهل مكة أو أهل الشام كما يقولون في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره قالوا هذا حديث تفرغد به أهل الشام النوع الغرابة تفرغد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى كقولهم تفرغد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرغد به أهل الشام عن أهل الحجاز المسألة التي تلي هذه المسألة وهي تقسيم آخر للغريب بعض العلماء كسمه من حيث غرابة السند والمتن إلى قسمين القسم الأول غريب متنا وإسنادا وهو الحديث الذي تفرغد برواية متنه راو واحد والنوع الثاني غريب إسنادا لا متنا كحديث راوى متنه جماعة من الصحابة وانفرد راو واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول التلمذي غريب من هذا الوجه المسألة الأخيرة عندنا وهي من مضان الغريب أو قبل الأخيرة وهي الأماكن أو الكتب التي يمكن أن توجد فيها أمثلة كثيرة للحديث الغريب ذكروا منها مسند البزار وقد طبع آخيرا بكامله وفيه أكثر من 9000 حديث والمضان الأخرى هي كتاب المعجم الأوسط للطبراني وفي هذين الكتابين نجد أن البزار والطبراني دائما يذكرون بعض الحديث التي يرونها لفظ التفرغد فيقولون هذا الحديث لم يرواه إلا فلان أو تفرد به فلان عن فلان وما أشبه ذلك آخر مسألة عندنا وهي أشهر المصنفات في الحديث الغريب صنف فيه العلماء مصنفات منها غرائب مالك وهو للدار قطني وكذلك كتاب الأفراد للدار قطني أيضا ومن ذلك أيضا السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لابي داود السجستاني صاحب السنن هذه هي أهم المصنفات في الحديث الغريب وبهذا نكون انتهينا من الحديث الغريب وبانتهائنا منه ننتهي من أقسام حديث الآحد وننتهي من كل ما يتعلق بالوحدة الثالثة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا